السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تشوفوا الأرض عليكم نحن في الدرس للتتبع الزماني لتحول كيميائي و كنا ندرنا في الفيديوهات السابقة كنا ندرنا مجموعة هذه التفاعلات لكي تكون مكتر سوف نزيد الخدمة نصب في كأس حجم V1 من محلول ثيوكيبريتات سوديوم وهذا هو جوج أين أبليس زائد أس دو أطروا دوموا لذلك ليس مشكل يعني هذا المحلول للثيوكيبريتات السوديوم الرمز دياله هو هذا ولاحظوا معين لارد عليكم هنا كين واحد يعني واحد توازن على مستوى الشوحان هنا هذا اللي كنت تشافقوا عليه هذا كي تسمى أيون تيوكيبريتات هذا أيون ماذا تيوكيبريتات هذا هو اللي عدنبي الغرار بينما هاد أين أبليس هو أيون غير ناشط كي تسمى أيون السوديوم وهنا ما غاديش يدخل في التفاعل هاد أين أبليس رم غير تدخل في التفاعل ما اللي غير تفاعل عندي هو أيون تيوكيبريتات أس دو أطروا دوموا وعندي قلنا توازن على مستوى الشوحان هاد أبليس اللي ضربتوا في الجوش هي ماذا زائد اثنان زائد اثنان أ يعني جوش ديال الشوحان بينما هنا لديكم اثنان ناقص يعني ناقص اثنان أ لأن المحلول خاص يكون ماذا متعادل كهربائيا وبالتالي زائد جوش أ ناقص جوش أ را كتسوي ماذا كتسوي السافر يعني الشوحنة يعني منعديما هاد أددا ماذا متقابلة ماذا هاد المحلول جلتيو كيبريتات السوديوم لاحظوا معا يقول لك الحجم دياله هو يعني الحجم دياله هو و التركيز دياله روما يتركيز السوا هاده را غيرتهم لكم في المعطايا كاقيام غير الندب هنا كنخدم يعني ثم نوضيف إليه ماذا حجم البيض من محلول تنائي اليود يعني عدي متن واحد المحلول اللي كيحتوي على تنائي اليود هنا تنائي اليود يعني ممية وعلى هاد المحلول تنائي اليود يعني ايد دونك ايد خلسنا نتعفق بأن كي تسمى ماذا تنائي اليود واعلا تنائي اليود للتركيز دياله أعطاه لنا لاحظوا معايا هو ماذا هو يعني سيد و الحجم دياله لاردكم شحال هو ذيد و هذه بحال دي ما كنقول لكم بحال الشيما ده لخصكم تديره تفاعل لاردكم غيوقع بيناش بين إيد بين تنائي اليود وبين أيون تيو كبريتاك اللي هو أس دو أطروا دو موان شاف قناة القادية مزيلا دونك كأول سؤال قال لك لأننا قلنا أين أبلس أيون غير ناشيطة دي متعرف عن اللي السؤال الواحد قال لك أكتب أنصاف معادلة أكسد اختزال ثم السنتيج ماذا المعادلة الحاصيلة مطبئت لها المعادلة الحاصيلة للتفاعل و كما فيها بس لاردكم نديرو نسب معادلة ديال إيد اللي كل شي عارفة بنسبة لاردكم إيد إيد هنا غيكون مو مية آك معروفة إيد دي ما يعطينا اللي ديال يعطينا إيم و كأطينا أي يود كل شي متعرفق بأن إيم أي يود دونك خاصة نوازن على مساوى آآ عدد درات هنا شعال عندي مدرات ديال ديال أو ديال يعني عدي جوش هنا بينما عدي درة واحدة دونك نضرب هنا في جوش و هلو الالكترونات ولا اكتسبو و إيد إذا هذا هو أو يعني هو المؤكسيد بينما هد إيم دونك ستسمى يعني يعني المختزل والعمالية أو نسمه عادلة ستسمى ديما المؤكسيد يقع عليه بالعكس يقع عليه عملية إختزال والمزدوج ربين احنا لا قلت ديما المزدوج أكس ريد يعني مؤكسيد مختزل هنا المؤكسيد غيكون من طبيعة الحال هو إي دو أك من طبيعة الحال والمختزل غيكون ماذا هو إي مو أك دونك نسمو عادلة اللو للعادة لكم ما عندي مشكل ندوز نسمو عادلة الثانية اللي هي غيكون فيها كعنصر أساسي أي ماذا تشو كبريتات أس دو أو دو مو دو غنش أس دو أو عقل وتشو مع الأي دي ما شدو هنا هات ما عندكم هنا أس دو يعني ضربوها في جوج غطي أربعة هنا هات تلاتة ضربوها في جوج غطي كم الس باش بقوا عقلي الله لديكم إلا كان أي تشو كبريتات أس دو أطرا دوم وا الأي اللي كيكون ما هو غت شدو جوج غضربوها في جوج جوج غطي ضربوها بجوج غطي كم ربعة وثلاثة غطي ضربوها بجوج غطي كم الس وعلى مست وش احنا دوم وا كثق هي دوم وا هذا قلنا شنون ديازة قلنا هو أي ماذا تيو كبريتات يعني اللي عندكم جديد هو هذا اللي لديكم تقول عرف اسمي ديالو هذا يسمى أي ربائي تيو نات عقلوا علي الله لكم أي ماذا ربائي ماذا تيو نات يعني ديما إذا كان عدي أي تيو كبريتات ركي يكون معها ربائي تيو نات كان عاوش أن أي ربائي تيو نات يكون مع أي تيو كبريتات وقلنا هذا أي تيو كبريتات وخصني نوازن على مست الدرات ربائي وعدي مدرات الأكسجين السا بينما عدي درات الكبريت وثلاثة الدرات الأكسجين لذلك سأضرب هنا في جوش وإذا أضرب في جوش سأضرب موازنة على مست والدرات جوش في جوش ربائي جوش في ثلاثة يسا ولكن على مست وش لاحظنا لاحظوا معايا هنا ما عندك الإلكترون جوش في جوش موازنة هنا موازنة هنا موازنة هنا موازنة سأضرب الأكسجين سأضرب الجوش من الإلكترون يمكن 這個 جوش مع جوش موازنة ينقص ثلاثة في جوش ينقص ربائي أن هذا يو الكثير أن جوش السبب الموازنة هو المؤكسد اوكس بينما هاد تيوكي بريتات غي تسمى ماذا ايون تيوكي بريتات المختزرين دونك العملية شناية قلنا ديما بالعكس لاردكم باش قووا عاقلين دونك عملية ماذا دونك إلا كان هادا مختزر هادا كامل تيوكي بريتات مختزر دونك عملية اكسادة دونك حيث الاخسادة هي اللي كتوقع لاش المختزر هادو ما أصف معادل لاردكم غريت دونك المؤادلة الحاصلة بنسبة للمؤادلة الحاصلة كونتون يعني واضحة هنا لاحظوا مع جوج دين لازالكترون هنا جوج دين لازالكترون يعني مالغة تجمعهم غيبشو لازالكترون مع لازالكترون لان كاش غا تبقى عندي الله دونك نظن الساعتة لانك قدرون ديروا المؤادلة ها يولي عندي لعدكم اي دو يعني اك وغن زيد علاج لكم عادتوما ادى 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 ا بالنسبة للسؤال الثاني لديكم يمكنني أن يقول لك مثلا هالتحول مثلا عشنا هي التقنيات مثلا مستعمالة لكي نتبعوا هالتحول الباطئ مثلا يمكننا تقنية تقنية المواصلية نقدرون تقنية المواصلة لأن هذا التفاعل تدخل فيه مجموعة الأيونات تقنية مثلا اللون يعني هاد ايدو يتميز بوحد اللون وهذا كل اللون مع مرور الزمن يبدأ يختافي لأنه يتفاعل يعني كن مجموعة من تقنيات ردرتهم معكم في الفيديوهات السابقة وبما أن هالتحول الباطئ يعني يقدر يقول لك مثلا حدد الأوامل حدد حدد الأوامل الحركية ماذا؟ التي تسرع التفاعل التي تسرع التفاعل هذا السؤال لديكم يعني السؤال جد مهم أو درجة عندي هنا تكتب واضح هتعقلوا عليه ماذا؟ بالنسبة للأوامل الحركية التي تسرع التفاعل دولة البال تركيز البدء للمتفاعلات ودرجة حرار لأن الأوامل الحركية لديكم جوش كل من يضيف الحفاظ كل من يضيفه ليس مشكلة ولكن الأساسي وما تجوش لدينا لدينا اوامل الحركية يتكتب على سرعة التفاعل بالنسبة للجملة بالنسبة للتركيز البدء للمتفاعلات كلما كان التركيز البدء للمتفاعلات كبير كلما كانت تحول أسرع يعني سرعة التفاعل تزداد اما بالنسبة لتأثير ده الدرجة الحرارة ايش قل نقول كل ما كانت درجة الحرارة للوسط التفاعل مرتفعة ايه واضحة كل ما كانت درجة الحرارة للوسط التفاعل مرتفعة كلما مادا كلما زادت سرعة التفاعل كنظم الأمور هنا واضحة وهو تتنقل للارديكم بالنسبة للعوامل الحركية بالنسبة للسؤال كم عارفون اقدر يقول لكalgير جدول الوصفي او ما تها يقول لك حدد كميات المادة البدئية حدد كميات المادة حدد كميات المادة مادة البدئية للمتفائلة يعني هancy قد يجب كميات المادة البدئية المتفائلة لدي I 2 وعندي As 2 وطروا دومaris هادي ندير كميات المادة البدئية الْإيدي AN za وغندير أو تاني AN za ulvar кретوا es 2.3 دومو يعني هذه كيميات المادة البدئية. ليه? الى رجعت ال edo. يلنشأ لكم ان اتقضي هذه الشيماة. مهمة. الى رجعت ال edo. ما هي كيميات المادة البدئية لان هذا الموميه عنده التركيز و الحجم. سنحن ندعه c2 في V2. هنا i2. سنحن نحسبها يعني ان يخرج لها امور. بالنسبة ال es 2.3 دومو. الى رجعت لشيما ديالك عنده التركيز او به او تاني مميه يعني في محلول يعني مائي دونك كمية المادة البيتئية ستكون هي السي اا في الذئة وهلا ننقل هنا ماذا السي اا في الذئة الصافة وكان يعني او مول وهنا رضو البيان للوحدة بعد اختارات اللي اردى عليكم تكون عندكم يعني الحجم بالميليليتر ميليليتر اميليليتر يعني ضربوا فاش في عشرة وصل ناقص ثلاثة عشرة وصل ناقص ثلاثة ليلتر. هذا هو عقل عليها. وكين او تنتهى السنتيمتر كيب. او سنتيمتر كيب رهوى او ميلي ليلتر. يعني السنتيمتر كيب رهو الميلي ليلتر. يعني كذلك هو مادة رهوى عشرة أسناق ثلاثة ليلتر. بالنسبة للجدول الوصفي رهواضح. حتى انتم مارك دارت معكم يعني جدول الوصفي بالنسبة للتفاعل والتخرينة سهلا. زيادة الجدول لكيب كالكيمية مادة البدئية مثل. لنحصل عليуда ما وس인이ثير للكل قرية. لاس طيبة ض Millennium 2 ، مثل ضيئ هو يا ضAI و مع السكر之ين او ساسغ دو 올�ز pill سروى ان السنتيمتر بوادها بكث agu النبو الذي قرب جدول الوصفي. لدي ما السبب إنهم WC2-V2 حتى يديد انا Sharama 2 إنهم pressing larg في النواتج يسماح Neverkv. يعني أنا اختصرت هنا كندير الحالة البدئية الحالة الوسطية C2V2-X يعني عندك هنا مؤامل واحد هنا الحالة الوسطية CmV2-X هنا هندير جوج X لأنه عندك دراج هنا X متعفقين في الحالة القصوية أو النهائية C2V2-X CMV2-X هنا جوج X هنا X يعني الأمور واضحة من اللي غايقولك حد التقدم الأقصى لتفعل رجعوا للفيديوهات السابقة هناك نديرو هذا EGAL 0 وهذا EGAL 0 كنناخدو أصغر قيمة ديالاش دير XMAX يعني غندير C1 في V1 ناقص جوج XMAX EGAL 0 وكننجبد هنا XMAX وكندير أو تاني C2V2-XMAX EGAL 0 وكنمشي أو تاني نجبد شنو XMAX وكنناخد صغيرة وليعدوا لديكم أصغر قيمة ديالXMAX روما هذا هو المتفاعل الموحد